شرحنا العنصر و شرحنا أنواعه و العناصر الشائعة هسا راح نجي إلى المركب المركب يعني شلو هو المركب؟ هو من اسمه؟ مركب هو مادة نادجة من الاتحاد يعني أكو هنانا عنصر وهنانا عنصر ما صار بهم؟ اتحدوا صاروا عنصر واحد أو مركب واحد عنصر و أي عنصر؟ اتحدوا شوفوا اتحدوا ما صاروا؟ مركب ما صاروا؟ مركب المركب لازم يتحد بنسبة بنسبة ثابتة بنسبة ثابتة اذا اهنان عندي المركب هو مادة نادجة من اتحاد من اتحاد عنصرين أو أكثر عنصرين أو أكثر بنسبة ثابتة بنسبة ثابتة بنسبة ثابتة بنسبة ثابتة و يصعب فصل مكوناته بعد من يتحدون بصعوبة احنا نفصل مكوناته المركب يستطيع انتحدون بصعوبة بنسبة ثابتة هو مادة نادجة من اتحاد عنصرين أو أكثر اتحاد عنصرين أو أكثر من أكثر من اتحاد من اتحاد عنصرين أو أكثر من اتحاد كيف له ثابتة؟ ثابتة نسبة ثابتة نسبة ثابتة يصعب فصل مكوناته ويصعب فصل مكوناته يعني هم ورمت تحدو أقدر أرجعهم أنا هذا عنصر واحدة وهذا عنصر واحدة؟ لا بصعوبة بصعوبة مثلا شنو عندي عنصر الحديد يتحدوي عنصر الأوكسجين هذه قطعة حديد هذه قطعة حديد هذه قطعة حديد بها صدق؟ لا ما بها صدق ما بها صدق إذا هذه عنصر حديد عفتها أنا جئت نسيت عفتها وين؟ برا بالحديقة عفتها ما تعرضت هذه قطعة الحديد؟ تعرضت للأوكسجين لأن الأوكسجين موجود بالطبيعة زين؟ الأوكسجين تعرضت للأوكسجين راح تتحد الحديد وي الأوكسجين؟ شي يكون لنا؟ حيكون لنا؟ صدق الحديد اللي هذا الاسم الشائع إحنا مالتنا بس الاسم الكيميائي إلي اللي هو أوكسيد الحديد أوكسيد الحديد أوكسيد الحديد عنصر الكلور انه سوف أتحدق عنصر الكلور و هي عنصر الصوديوم سيتحدلك مع العلم أنه عنصر الكلور هو مادة سامة و عنصر الصوديوم هممة ما أقدر لا أ ألمسها ولا أقدر أستغيرها ولا أقدر Перاصل بها ان 제� kisses صح لاستهلاك البشري يعني انا انت رستخدمها ما اقدر بس اش راح هيصير من يتحد عنصر الكلور وهي عنصر الصوديوم راح يكون عندي كلوريد الصوديوم راح هيكون عندي كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم اللي هو شنوه ملح اللي هو هذا الملح هذا شنوه الملح اللي احنا ناكله بالاكل صار صالح للاستهلاك البشري صالح للاستهلاك ومفيد ايضا الجسم منه الاسم الكيميائي كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم والاسم الشائع اللي احنا نعرفه ملح الطعام ملح الطعام زيان هسا اني عندي عنصر الاوكسجين وعنصر الهايدروجين يلا اماما تعالوا لي يلا اماما تعالوا لي كلور متدد نتحدود بالنسبة ملح الطعام كانوا عنصر بعنصر صار بهم صاروا اثنانتهم واحد اللي هو مركب الماء مركب الماء الماء اللي احنا نشربه يلا ماما تفضلوا زين عنصر الاوكسجين عنصر الهايدروجين مركب الماء مركب الماء زين هسا انا راح اقسم المركبات راح اقسم المركبات هقسمها ايضا الى ثلاث اقسام الثلاث اقسام اللي هي حواما طوائل و ابلاء حواما طوائل ابلاء حواما حواما خواعد 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 اللاح اللاح اول شي عندي الحواما هذا شنو هذا حاما خواعد هذا شنو ليمون ليمون طعمه حلو لا طعمه حامض حامض هذا مركب دو طعم حامض دو طعم حامض الحموضة لاذع يعني قوي لاذع يعني قوي الخال مثل ايش مثل الخال و شرائح اللي ميمون الخم و شرائح ميمون زين القواعد القواعد اللي هي النوع الثاني القواعد ذو طعم هي مركب ذو طعم او ملمس هي مر ذو طعم مر صابون ملمس هي صابوني صابوني وين نستخدمها؟ صابون 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 هذا التنظيف زين؟ بالصابون اذا هاي قواعد هاي قواعد الاملاح عندي النوع الثالث الاملاح الاملاح من مين جاية؟ جاية من اتحاد حوامض او خلط حوامض وقواعد راح ينتج عندي املاح يعني يجيب مركب حامضي ويمركب قاعدي راح يطلع عندي فيناتهم من اخلطهم؟ راح يطلع عندي املاح اتبهوا عليهم هما حوامض حوامض زائل طواعد راح يساوي لي؟ املاح عافني؟ هذا المخطط من تحفظوه راح تعرفوه الاملاح مين راح تجي؟ حوامض زائل طواعد راح يطيني املاح راح يطيني املاح جلنا الاملاح مثلي ايش؟ ملح 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 طعام ملح طعام اللي هو كلوريد الصادية كلوريد الصادية طرح طعام شكرا